أنا شخصية مش مؤمن بفكرة الموضة دي خالص ولا عمري مشيت على الموضة لحتى بيسموها صيحة همشوا ورا صيحة؟ أي حد يصيح كده همش أنا ورا؟ أنا بمشيش على الموضة والسبب بسيط جدا ومنطقي إنها وحشة الموضة وحشة أيوة الناس بس بتاخد شوية وقت لحد ما تكتشف إنها وحشة ومال الموضة بتتغير ليه؟ لو حلوة كانت تكملت كل شوية يقول لك الموضة دي قدمت لا أصل الموضة السنة اللي فاتت كانت مش عارف إيه؟ أه بلاشت لكيك بقى لو حلوة كانت تكملت يعني الموضة وحشة في طبعا شوية حاجات كده اللي إيه لا قدرت تثبت نفسها وتثبت أقدامها بقوة ودول طبعا استثناء اللي هم إيه؟ الشنب المنيكير الأحمر وكلونيا خمسات دول طبعا خالدين تحبيهم تكرهيهم موجودين على الساحة للنهاية وموجودين بعنف أظن في موضات كملت وهي مش مصدقة نفسها في موضات غريبة جدا ملايش أي وظيفة على الإطلاق مع ذلك شقت طريقها وكملت لغاية النهاردة عندك مثلا أول راجل وقف قدام المراية وقرر كراجل أنه يلبس فيونكا في رقابته هل كان يتخيل أن الرجالة هتلبسها لحد النهاردة؟ ويسموها بابيون وكده وبفلوس كتير وبتعلها لأشك هي نفسها مش مصدقة البابيونة أو مثلا القبلتات أول واحد قرر ينجد كتافه ويغير خلقة ربنا ويبطن ترابيسه لسبب ما هو بس اللي عارفه بينه بن نفسه هل ده كمتوقع أن كل الناس هتمشي على خطاة للنهاية؟ ورضو أنا مظنش غير كده الموضة بتاخد وقتها وتتكر على الله لا وبيجي عكسها كمان عكسها بالزبط يعني مثلا كان فيه أزمنة كانت الست المربربة المفتخرة هي رمز الجمال والولوسة وكل ما ترمي كيلو جرامات معاك كل ما تحلوه مهرها يغلق يعني مثلا قال لك إيه ما تبطل تمشي بحنية لا يقوم زلزال ده كده ماشي بحنية ده غير لو مدت بقى أنا مش هتكلم عن الجاري قال إن فيه مرضى قلبه وأطفال سمعنا وبتاع لأنها لو جرت هيبقت سنامي بقى أزمنة تانية هلأ بيت العكس خالص الست الهزيلة ذات الهيكل العظم البارس هي الشيء تعودك مرسوم على السنجة شفت الصغيرة تلي يا رفيعة دي السنجة دي شوف يصفيفها دي أو مثلا فيه أغنية يقولوا فيها كنت فين وأنا فين جيت لمنين ما شفهاش جت وعدت من قدامه مشت ما شفهاش رفيعة خالص يعاني لحد هنا الكلام ده يخش الدماغ إنما لما توصل إن اللون البشرة يبقى فيه مضاط لا كده يبقى دخالنا في منطقة مش تماما زمان كان بيض البشرة مثلا شرط أساسي من شروط الجمال قالوا زمان في الأغاني البت بيضة 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 البت بيضة ونعمل ايه شوفي الكلام كلام كتير جدا تخرجش منه غير بمعلومة واحدة اللون مسيطر جدا بيضة وخلاص ويعاني من كتر ما هي بيضة ارتبك مش عارف يعمل ايه مع بداية تحرر المرأة وخروجها للنور بدأ الصمار يظهر تعرف طبعا إن النور بتاع الشمس مع البشرة ممكن يعمل صمار خفيف وكده الصمار ابتده يفرد نفسه على الساحة كلون صريف عملي بيستحمل بيليق على كل حاجة في الأول الصمار دخل على استحياء كده حتى الأغاني كانت تقولك إيه أصمر أصمر طيب ماله بصي محرجين كده بيبرروا كده شوية بدأت الكفة تتوزن بدأ الصمار ياخد وضعه ظهرت الأغاني اللي بتتساءل بقى قالوا الصمار أحلى ولا البياض أحلى مرحلة انتقالية أحلى يا إم البياض كده رايحنا على الصمار في تدريج طلعين أم لغاية ما وصلنا للإفترة بقى أصمر يا أصمراني مين أساك علي الأصمر هو اللي راكب دلوقتي ومسيطر وشاف نفسه خلاص فجر بيأس عن ناس فاكر لما كانت بيضة ونية ولزيزة دلوقتي شفت نفسك شوية شوية بدأ الموضوع يتطور قالنا البرونزي كسر الدنيا ده اللي هو بوني متاليك كده ومن هنا بقى دخلنا في جنون التان تان طبيعي تان صناعي كريمات ميكياجات الحكاية وسعت خالص كل درجات اللون البرونزي من البيج الهادي مرورا بالفران الفاتح للجري الغامن واللي نزل الشتة ده بالمناسبة لو تحبت يعني التلحق نفسك اللي هو الجريش اللي هي الدرجة اللي ما بين البيج والجري جنان الحواجب حتى في الدنيا يقول ان الحواجب بتعمل فيها كده الحواجب دي مش بتعتبر من ضمن ملامح الوش برضو بعدين ما بنتشطرش على رموش كده ليه حدي يقول لي مش معقول خلاص ما بقاش عندنا شخصية لدرجة ان شوية ناس يقرروا ان الموضة السنية هي الحواجب الدوجلس اللي هو الخط الرفيع قوي ده نقوم شايلين حواجبنا كلنا فورا ونسيب خط رفيع كده عديم المعنى خالص السنة اللي بعديها يقرروا ان هم تسرعوا وغلطوا ولازم يعوضوا الحواجب عن الأذى ده فيعملوا ايه بقى تطلع موضة ان هم يرسموا الحواجب التخينة قوي وتتحول كل الستات لمحمود مرسي في فيلم فجر الإسلام بالسنة اللي بعديها الحواجب الطويلة لحد الودن اللي بعدها الحواجب النص القصير جدا ده اللي بعدها بقى يطلع التتو التتو الحواجب علشان يقفل على المنطقة دي خالص لون مصمت لميع خالي من اي شعر معقولة في كده عمليات التجميل جننت الستات حضرتك نفخ وشد وربط وشفط كل ده لأيه؟ عشان نحارب الطبيعة؟ طب وإيه النتيجة هتحارب البطيعة والطبيعة هتوقف سكتة؟ عندك خمسين سنة وقررتي تتحدى الطبيعة وتتحولي للعشرين كمان تعال نشوف مع بعض النتيجة تبقى ايه؟ ايه الأحسن بالزمة؟ انك تبقي ستة عندك خمسين سنة وشكلك ستة عندها خمسين سنة؟ ولا.. انك تبقي ستة عندك خمسين سنة وشكلك سلحفة عندها عشرين سنة بالعقل كده غيرتي سنك بس غيرتي فصلتك كمان فيش بني قدم شكله كده محدش يتحدى الطبيعة يا أخوانا إنما الموضة بقى لما توصل للأكل والحلويات وللتدخين مثلا ده يبقى اسمه ايه؟ السجار اللف موضة اللي الطبي موضة المعسل الفواكه واللبان والإي سيجارت هي موضة ولا أكتر يا أصدي هي موتة ولا أكتر يعني لما دخل صدري أترامب النعناع كده بقيت في أمان مثلا النيكوتين بالتفاح ألطف يعني مليان فيتامينات مغزي والأكل الأكل يا جماعة الأكل الكائن اللطيف اللي بيفرحنا ده كمان في موضة ده معروف إن الأكل التقليدي هو اللي بيميز الشعوب نقوم نيجي نفتي بقى إحنا كمان في الحتة دي دائت بينا خلاص أنا فاكر زمان لما سمعنا عن الكنافة بالكريمة الدنيا تقلبت كناها فهاب الكريمة معقولة كنافة بالمكسرات معروف أنا فاكر بابا ساب البيت وميها إحنا هنكفر ولا إيه اعتبرناه خروج سافر عن العادات والتقاليد تجاوز وخنفسها وقلة أدب مش دلوقتي بقى فيه كنافة بالمانجا طلعت موضة وكسرت الدنيا مفيش راجل قدر يفتح بقه ولا يقول كلمة كتمنا كلنا في قلوبنا وسكتنا لحد ما وصلت وصلت الكنافة للجنباري بقى فيه كنافة بالجنباري في بعض المطاعم مش عارب ويوم الايام أقرب ولا إيه ولا الريد فيلفت الريد فيلفت الريد فيلفت دي بقى كيكا حمرة ملزقة وعيش الصرايا يمسحها من على الأرض برضو سكتنا سكتنا لحد لحد ما لقينا كحك العيد كحك العيد يا مؤمنين بالريد فيلفت لا لا لحد هنا ونوقف لا للعبس بتاريخنا محدش يمس مقدساتنا محدش يكتهد في الكحك ارفع صاجك فوق انت مصري والإهتفاد موضة بالمناسبة